السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طيب حنواصل اليوم في مادة الميكانيكا الهندسية طيب ما ذلك من خلال الشابتر التاسع عنوان الشابتر هذا Kinetics of Particles Newton Second Law يعني القانون الثاني متعة نيوتن خلال المحاضرة الأولى من الشابتر التاسع حنبدأ بأول شيء بمقدمة وبعدين حنشوف القانون متعة نيوتن اللي هو القانون الثاني اللي هو يخص الحركة طيب حنبدأ بالمقدمة لو ناخذ المثال التالي هذا المثال يتمثل في سيارة السيارة هذه يعني الوزن متاحها ألف كيلو يعني الكتلة متاحها عاوزينها تتحرك بتسارع قيبة خمسة متر بار سجند سكوار يعني أكيد فيه قوة خارجية اللي هي الآن يعني لها علاقة علشان نوفر التسارع هذه يعني العلاقة ما بين القوة الخارجية ما بين التسارع متعة الجسم أكيد حيضبطها قانون القانون هذا اللي هو القانون الثاني متعة نيوتن طيب يعني لما تكون عندك أي جسم في حالة تسارع يعني يشحى التسارع يعني حيغير في السرعة قيمة بتاعة السرعة أو أنه يغير الاتجاه متاعه يعني حيكون فيه قانون حنسميه سيجند نيوتنس لو القانون هذا هو لازم علشان يعطينا إيش العلاقة ما بين الحركة في حال ذاتها وما بين الجسم وما بين القوة الخارجية الموجودة ما بين الجسم هذا يعني والقوة الخارجية هذا هو يعني الهدف الرئيسي من الشابتر هذا طيب حنبدأ بشرح القانون متعة نيوتن اللي هو قانون الحركة لو نأخذ مثلا أي برتيكل جزيئة الماس متاحها آم طبعا حتتحرك بتسارع قيمته آي أكيد القوة اللي حتحرك الجسم هذا أو البرتيكل هذا حتكون قيمتها آف الآف هذه حتكون قيمة الماس في التسارع آي يعني الآف بتكون الماس في الآي هذا هو القانون متعة نيوتن طيب هنا هأخذنا مثال بسيط هي قوة واحدة آف لكن تقدر تكون أكثر من قوة إذا كان أكثر من قوة حنتكلم على السيجما آف طيب من خلال القوة القانون هذا نقدر نتحدث عن linear momentum of particle طيب حنعوذ قيمة التسارع يعني المشتقم تحت السرعة طبعا لو يعني لو تكون أكثر من قوة حتكون في عوض الآف حتكون سيجما آف طبعا سيجما آف حتكون الماس في الدي في عديتي اللي هي التسارع طبعا طبعا حنعوذ الآم يكون تدخل هنا بيونها كنصة ما يتغير شيء تصبح الآم في الفي الآم في الفي اللي هي حنسميها آل اللي هي linear momentum of particle يعني كل particle لما تتحرك حيكون عندها الماس لما نضرب الماس في السرعة حنسميها linear momentum يعني متعة الحركة متعة البارتيكل هذه هذا هو يعني القانون طيب نقدر نستنتج من خلال القانون هذا اللي هو sudden low نستنتج المعادلات متعة الحركة يعني مهم كثير القانون هذا لأنه من خلاله هنتحصل على المعادلات متعة الحركة أو متعة لأي جزئة أو أي جسم مثلا لو ناخذ البرتيكل هذه اللي هي الماس انتحها آف عليها مجموعة من القوى مثلا لو ناخذ F1 و F2 هي في حالة يعني حركة أكيد هيكون في تسارع التسارع هذا هيكون قيمته A يعني حنعوذ كل القوى هذه حنعوذها بالتسارع في الماس يعني حيكون الام في الـ A يعني حيكون القانون زي ما شوفنا منذ حين sigma F يساوي M A لكن هذا فكتر المتجهة متعة الـ F والمتجهة متعة التسارع A نقدر نزل على المحاور يعني أقصى شي يمكن الحركة تكون في الفضاء هيكون ثلاثة المحاور اللي هي الـ X والY والZ يعني الـ F هيكون عندها ثري كومبونتس اللي هي الـ FX والـ FY والـ FZ نفس الشي التسارع ماكسيمم هيكون عنده ثلاثة يعني كومبونتس اللي هي الـ AX والـ AY والـ AZ طيب شايفين يعني هذه عوضناها بالـ A والكومبونتس هذه عوضناها بالـ F في المعادلة هذه أكيد كل كومبونتس على أي محور هتكون مساوية للأخرى يعني الـ FX هتكون مساوية الـ M AX نفس الشي الـ FY هتكون سيجما كل القوار موجودة على المحور Y هتكون M A Y نفس الشي الـ FZ تساوي M A Z يعني هنا في ثلاثة معادلات المعادلات هذة مثل ثلاثة وبيعطونا يعني بالنسبة للـ Position على المحور X طبعا لكن إيش الـ AX الـ AX هي المشتق الثاني متعة الـ Position اللي هي الـ X Second Point نفس الشي الـ AY هي المشتق الثاني متعة الـ Y والـ AZ هي المشتق الثاني متعة الزاد يعني هذه هي المعادلات الأخيرة الثلاثة هي بتعطينا يعني المعادلة متعة الحركة متعة الجسم على ثلاثة محاور إذا كان في حركة على المحور X بتكون المعادلة هذه إذا كان على المحور Y بتكون هذه أو المحور Z بتكون هذه هذه هي يعني المعادلات الثلاثة الممكنة على ثلاثة المحاور طيب نكتفي بهذا القدر وإن شاء الله في المحاضرة القادمة نواصل بقية الشابتر هذا والسلام عليكم ورحمة الله